انا ارتدوكسية ومتعصبة لان وعندي صاحبتي كاتوليكية وانا وهي بنتناقش في الحاجات اللي عندها وعندنا وانا حاسة ان هخسرها لاني مبينة اني مش حبة الطيفة بتاعتها ولما بقولها تعالي معايا الكنيسة بترفض انا عندي 16 سنة وعاوزة انهي العلاقة بيني وبينها هل ده غلط ولا اعمل ايه شكرا لقدسك وعاوزة اسأل هو المفروض يكون الوقت من الاعتراف والاعتراف قد ايه الوقت من الاعتراف والاعتراف ده بيفرق من انسان لانسان هو اب اعترافك هو اللي حددهولي يقولك تعالي كل شهر شهر ونص شهرين على حسب ما بيقيم حالتك لكن انا متضايق قوي من موقف عدم المحبة اللي جواكي اللي انتي بتغطيه تحت كلمة انا ارتدوكسية متعصبة لا يا بنتي احنا ما نكرهش حد بنحب كل الناس صحيح فيه اختلافات بيننا وبين اخواتنا الكاتوليك ماقدرش اقول ان ما فيش اختلافات لا فيه اختلافات بس مين قالك ان الاسقفة الارتدوكس ما بيعودوش مع الاسقفة الكاتوليك علشان يتفهموا ولما بيتفهموا بيقولوا انتو بتقولوا كذا في قانون الايمان احنا بنقول كذا انتو بتقولوا كده في المطهر احنا بنقول كذا انتو بتقولوا كذا في عمومية الخلاص احنا ما بنؤمنش بيها كارتدوكس لكن فيه نقاش ما بيعودوش يتخنقوا ولا يعودوا كل واحد يزم في التاني لا يا بنتي اللي جواكي حاجة مش مظبوطة انا حب انك تكوني ارتدوكسية متمسكة لكن انك تكراهي اي انسان في الدنيا لا وتقولوا كمان عايزة اقت علاقت بيها طب اي صورة انت بتقدميها على الكنيسة ده انت تحبيها وتعزميها وتشربوا حاجة سقعة مع بعض وتبقوا اصدقاء تقدمي المسيح الحلو اللي كله حب ده المسيح يا بنتي مع اليهود اللي كانوا متعبينه كان بيحبه مع المرأة السامرية اللي كانت عايشة في الخطيئة كان بيحبها وقدم لها نفسه فالكاتوليك دولة مسيحيين ليهم كنيسة وليهم اسرار وليهم تقليد وليهم تاريخ وليهم قدسين زي ما كان بيقول قدسة البابا صحيح احنا دايرتين منفصلتين لكن كل دايري لها اسرارها فهم في حاجات كتير متقربين معانا فيها وفي حاجات في اختلافات جوهرية بيننا وبينهم لكن لا الحب الحب يعني الحب دا مهم قوي الحب مش معناه بنتنازل في عقائدنا لكن الحقيقة الحب يخلينا ما نكرهش حد فانا مش ضد انك تتمسكي بإيمانك ولا بكنستك ولا بعقدتك لكن انا مختلف في طيارك كراهية اللي موجود في سؤالك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر